نأكد أن هذه الميزانية السنة التي تم تخصيص منها وتم صرفها أقل ميزانية في السنوات الماضية بالدنار هو الإنفاق الأضخم في تاريخ البلاد وفق بعض الخبراء بالدولار هي الميزانية الأقل في نظر الحكومة ورئيسها خلال الأعوام الماضية محللون آخرون يرون تلك الأرقام إيجابية ويتحدثون عن فائض في الميزانية ويرى غيرهم أن تقويم الإنفاق بالدولار كأنه العملة الرئيسية مقارنة غير عادلة نفقات الحكومة تجاوزت 75 مليار دينار من أصل 85 للميزانية وتظهر في جداول المالية بعض التفصيلات خاصة بباب التنمية بين 17 مليار هي مخصصات معتمدة منها أكثر من 6 مليارات هي مخصصات تحت الإجراء ونحو 3 مليارات هي حجم الإنفاق الفعلي وهذه المصطلحات غير متداولة في المالية العامة للدولة والبيانات الواردة في تقارير الحكومة لا تعطي صورة واضحة عن حجم الإنفاق الحقيقي وفق تعليق بعض الخبراء والمواطن يسحاب 2 مليار و 177 مليون هذا نصرف يشوف في الواقع ما يشوفش في شيء اللي نصرف منه حقيقة اللي هي 174 مليون من 2 مليون اعتمادا على النشرة الاقتصادية للمركز وحسب أرقام الحكومة فقد ارتفعت المرتبات من نحو 22 مليار إلى أكثر من 33 مليار والإنفاق التسييري قفز من 3.5 مليار إلى 8 مليارات والتنمية من 5.5 مليار إلى 17 مليار والدعم من مليار فاصل ثمانية إلى ما يزيد عن 20 مليار والطوارئ من 4.5 إلى 6 مليارات ونصف إذن بند الدعم تضعف خمس مرات عن العام السابق وبند الطوارئ ارتفع عن السنة الماضية مليارين ونصف وهي زيادة كبيرة إذا علمنا أن العام 2020 شهد حربا وجائحة كورونا الزيادة الكبيرة الأخرى ظهرت في المرتبات بعد الإفراج عن أكثر من ربع مليون مرتب موظف جديد ورفع معاشات المعلمين وصرف مرتبات ما يزيد عن 7000 من مسلحي حفتر متوقفة من 2014 دون أي بيانات أو أرقام وطنية إذن هل هو الإنفاق الأضخم أم الأقل وهل الأرقام واقعية وإلى أي مدى تبدو منعكسة على الأرض ولعل الإجابة الأقرب سيطرح والخبراء بشكل أوضح وأيضا ستظهر جالية في مستوى الظروف المعيشية الحالية مقارنة بالسابق المعتمد الحسن ترجمة نانسي قنقر